الستارتوب اللي جاية هي سيف بوكس اللي هيكلمنا عليها عبد الرحمن حاتم وأحبه أشكر المنترز بتوعه ديمين بيراتسي وأحمد عصام السلام خير، أنا عبد الرحمن حاتم كو فاوندر و سيئو في سيف بوكس في سيف بوكس، عندما عملنا الريسرش أننا عندنا في مصر فيه مشكلة كبيرة وهي أن في المصر السميات يفعلون في أول عام في أكثر من 20% من السميات في أجيب في أجيب كل يوم، يحتاج إلى المقاعدة و 30% إلى 45% منهم لا يعرفون إلى أين يبدأ لذلك نحن نؤمن في سيف بوكس لأننا هناك للسميات والمستارتوب أن يكون هناك كيف نفعل ذلك؟ عندما نرغب إلى الورجنة والسيطة السميات المستقبل المساعدة لأنهم يبدأ من المساعدة ويبدأ من المساعدة ويبدأ من المساعدة لكما نستطيع من وزولهم نحن نحن ننقل ترقية إلى أوعادة سيئة لذلك سنحن نجمع المحل أيضا نحن ندفع الأيام مع جميع المساعدة من بنكتب في المنتخلات خلق الباطلية من مثل الأيام يستطيع أن نحن ندفع هذا الأن أجل هذا كلفو أو الأسامي من أن ندفع هذا الأيام أجل هذا الأيام إنه سمیں achiever sur trading или financi سنكون هناك قال ذلك لذلك مؤسسة لن العمل تحكم بضعك بعد وقوم بإعلان كتابات بتحضير المحلوسات بها تعاليت وتحضير للتحضير بعد何 لتحضير من التحضير اللغة تحضير بالتحضر IP التحضير من 100 مباركة بما مية المباركة بعد وقوم بإععدة ما تلقي على الاتihenي لديهم في شيء لأنهم لديهم وغيرهم على ذلك وكأنهمواعهم لتعرفهم ومن ثقائيمواتهم على شيء منذ نوعا إعادة consciات الجديدة إخراجهم يكون خارجهم الأنفسي ي Entertainанию إيجنتهم يتخبرنا بحيثaven المثال الأول هو الكلمات المتطل grown错اء الأراضون για أنفسهم وتجأتناهن لسؤالنا التحقيقية والمثال أخرى من المركلك الأخرى لتحديث مرات الأساسية أفضل الأول في أحد أحد أمستقرات واحدة المتطلع أمستقرات الأول وهذا يكون هناك تحديث عنه في أحد أمستقرات الأول So the startup or SME, they get to purchase one of the two tiers to have a basic tier guide with a consultant. When it comes to commissions, we want to have it done through our roadmap. So we'll later discuss it in our roadmap. So basically success looks like for us as the simplest collective solution provider. How are we going to do that? Through our roadmap. When it comes to the first and second quarter of 2022, we're hoping to partner up with Nilepreneurs and the Swiss candle bank. so that we're still in the talks with them to have a partnership. After which in Q3 and Q4 , the same year in 2022, we want to expand beyond just financials and marketing. We want to expand to legal and HR consultancy. We also want to provide other features in the first and second quarters of 2023 like decision making tools, investor matchmaking and API integrations so that the SMEs or start-ups won't even have to leave their website. When it comes to our ask we're just asking for 150,000 USDs. أمستقاماً inicial . هؤلاء ن Focus 3 up a 1 . و갑لين نحن أست fluى سؤال أنتوله